موسيقى مهرجان المدن القديمة بمدينة شنقيطة كان أهم نشاطات وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان فبدى المهرجان استثنائيا في شكله ومضمونه ليكون انطلاقة نحو العديد من الإنجازات الثقافية لترقية التنوع الثقافي كمصدر للثراء الثقافي وعامل لوحدتنا الوطنية في استراتيجية تركز على صيانة التراث وتنمية وترقية التنوع الثقافي والفنون الجميلة والسينما والموسيقى والمسرح وفي هذا الإطار تم القيام بتنظيم المهرجان الوطني للمسرح تسجيل خمسة مواقع تاريخية ضمن لائحة التراث الإسلامي هي أزوغي وكمبي صالح وأودغوسس وقرن القصب بأطار والقديمة بتجججة ورقمنات 300 مخطوط قديم وطباعة مخطوطين موريتانيين وتسجيل التقاليد المتعلقة بغرس الناخيل لدى اليونسكو ضمن ملف مشترك مع 14 بلدا عربيا إعداد ملف وإداعه لدى اليونسكو من أجل تسجيل نظام المحضرة التربوي كتراث عالمي رقمنات العديد من المكاتب العائلية في المدن القديمة وفرز وتصنيف المخطوطات في حوض نهر السنغال تهتم وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بقطاعات الثقافة وتشمل التراث والأدب والفنون والاتصال والصناعة التقليدية والحرف اعتبت استراتيجية سيتم تنفيذها طبقا لبرنامج الخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني تعهداتي وفي هذا السياق تمكن القطاع خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 إلى يونيو 2020 من إنجاز ما يلي في مجال الثقافة والتراث لقد قمنا بتنظيم المهرجانات الوطنية للمسرح بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة ويعاج التهيكة وتنظيم النسخة التاسعة من المهرجان المدن القديمة في شنقير انتخاب موريتانيا في لجنتين هامتين بديونسكو تسجيل خمسة مواقع تاريخية ضمن التراث الإسلامي أزوغي كنبي الصالح أو داغست قرن القصوة بأطار والقادمة بتجهجة قمنا بإعادة التهيل وتجهيز المساجد العتيقة في المدن القديمة الأربعة ورقمتها تسمية من المخطوطات القادمة بالمعهد الموريتاني وقمنا كذلك بتسجيل العادات المتعلقة بثقات الواحات لدى اليونسكو وهو ملف مشترك مع 14 دولة عربية وكما ذلك بمنحمة الصنباء غاليدو وتكوين الوكلاء الجمهورية وعناصر القوات المسلحة والمندبيين المحليين للقطاع حول الاتجاب غير المشروع بالممتلكات الثقافية وإنتاج مسلسل تلفزيوني رمضاني يعالج العديد من القضايا الاجتماعية وإنشاء معهد موريتاني للفنون وإنشاء مجلة الثقافة الموريتانية في مجال الصناعة التقليدية ومن أهم هذه الأنشطة هو تأسيس أيام وطنية للصناعة التقليدية والتكوين يحول لأربعمائة شاب في مجال الصناعة الخزف بالمعكشور والترازة والأصابة وقرقل وقدماغة والبراكم والحوض الغربي والحوض الشرقي وإعداد مخطط إعادة هيكلة المعرض الوطني تبقى للمعايير الدولية وقناعة ثلاث مصانع مكتملة لصناعة الخزف موزع على ثلاث محاور وبدأ عمال في بناء القرية الصناعية في شنقيل أما في مجال الاتصال تم إطلاق ورشات تفكير حول الخط التحريري لوسائل إعلام العمومية وتجديد الهوية البصرية للتلفزي الموريتانية إطلاقها بثها على الأنترنت وتوسيع تغطية التلفزيون الموريتانية في مختلف أرشاع الوطن عن طريق بعثات إنتاج ونقل حي ومواشر من كل مقاطعات افتتاح أربعة مكاتب جهوية التلفزيون في النعمة وكيفة وكهيد وآطار والتعزيز مكتب نواذيبه بتوفيع وحدات إنتاج وجلس البث مباشر إضافة السيقة البث على الجودة HD إلى القناة الموريتان الأولى في هذه الأيام ويعادة بث محتويات القناة الأولى على الموجة الترددية FM ستبث في الأيام القديمة إن شاء الله وإطلاق التلفزي المدرسي على القناة الثانية والقناة الثقافية إنشاء مصلحة الإنتاج السمع البصري بالوكالة الموريتانية لإنباء وإطلاق منصات الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق إذاعة التنوع الثقافي للتعليم عن بعد وإنشاء محطة إذاعية في باسكنو دعم الصحف الوراقية الخاصة من خلال تحمل الدولة 85% من التكاليف السحب توسيع وتجهيز مسجد إذاعة القرآن الكريم للتمكن من نقل الإحياء الرمضاني ومجال السماع البخاري مباشرة بتقنيات عالية الجودة تجهيز إذاعة جهوية بمقاطعة مقامة إطلاق الإذاعة المدرسة عبر مختلف وسائل شبكة إذاعة الموريتانية تجهيز المحطات الإذاعية بتجهيزات تقنية متقدمة في كل من العيون ووروسو ونواذبو ويجري حاليا تجهيز هذه المحطات باستجهات إنتاج وبث في سيد بابي وتجججب وجوجت تجهيز مركز التكوين والتأهيل المخصص من محطات الجهوية إقناع سطور جديد من السيارات في صالح إذاعة الموريتانية العلاقات مع البرلمان قمنا بمتابعة المصادقة على 35 مشروع قانوني وإنشاء خالية لتعزيز قدرات البرلمانيين الإشراف على إنشاء أربعة لجان برلمانية متخصص للطفول الصداقة الموريتانية الصينية الصداقة الموريتانية السعودية ولجنة برلمانية لدعم المنمي في مجال مكافحة جاعة كوفيد-19 بقمنا بعدة أنشطة ومن أهمها إلقاء تراخيص كافة الأنشطة والمهرجات والتجمعات الثقافية البلاء واتخاذ إجراءات بقائية في ملاكن التابعة للوزارة وإطلاق حمل التحسيس الداخلية إنتاج وبث مقاطع التحسيسية وإعلانات حول طرق الوقائية إنتاج فيلميني للتحسيس حول مخاطر وباء وضروطة احترام التوجهات الصادرة من السلطات ودعم التعليم عن بعد بوسائل الإعلام العمومية وتوفير المعدات اللازمة لهذا